وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 417 قضية تامنية بمضبطات بلغت أكثر من 32 طن من المواد الغذائية في مجالي الاستلاء على السلع المدعومة ودعم وعدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وفي مجالي قضايا المخابز تم ضبط 623 قضية من بينها 164 قضية خبز ناقص الوزن و 128 قضية خبز غير مطابق للمواصفات فضلا عن ضبط 5 قضايا بمضبطات بلغت أكثر من 74 طن من الأقماح المحلية وذلك في مجالي ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي